قالوا كنا خرجنا في أمر مع رسول الله إلى طرف من المدينة فجاءتهم رأة يشار إليها أن في عقلها شيء يمكن نستطيع أن نفهم أنها عندها إعاقة عقلية من المعوقية جاءت وأخذت تهذي أمام رسول الله وتقول أريد أن أكلمك أريد أن أكلمك خيلت المنظر الحبيب صلى الله عليه وسلم ساداتنا الصحابة يمشون معه تاتي هذه تعترض طريقهم يذهبون في أمرهام تقفز أمام النبي أتكلم مع النبي هكذا صلى الله عليه وسلم فيقول لها النبي انظري أي سكك المدينة تريدون أن أجلس إليك فيها أجلس قالت هناك فترك الصحابة ومشى معها صلى الله عليه وسلم وجلس على الأرض على التراب معها وهو سيدنا محمد وهو سيدنا محمد لأن البعض يظن أن مقتضى الهيبة لا يتفق معنى التواضع لا هيبة أعظم من هيبة المتواضعين لأن هيبية هيبتهم تنبع عن أحوال قلوبهم وليست عن صور أبدانهم جلس إليها روحي له الفداء واستمع إلى خطابها وأخذت تخاطب وتمد له في الخطاب حتى أفرغت ما لديها وفريحت وسرت ثم قام مع أصحابه وذهب إلى حال سبيله ليقضي حاجته